دي اتكلموا بتاعه والعراق ومشي العراق وبتاعه فانا قلت ايه قال لي ما تجي معاها ايه تلعب العراق ايه تشوف البلد دي ماشي ازاي في الصيف تطلع عجواز انا كنت طالب في الكلية كلية التجارة اه تقلع عجواز طالب وان روح نجرب حظين انا اه اه وان مام يا كابتن ضرب دماغي وروحت روحت العراق روحت العراق اهم ليه قبل المنتخب روحنا سوق قبل وانا اقول لك شوف سبحان الله ربنا كبير يعني اقول ايه اه 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 ركبنا طيارة لسوريا كويس ومن سوريا باس العراق الباس ده 22 ساعة 22 ساعة 22 ساعة لوحتها ماشي كان حصل بك وصلنا العراق اه الشخص ده صعفي ده شغلت في شركة امداد تمويل بطرول ايه فقال لي ايه رايك انا شوف لك فورصة وبتاع هنا والدينار العراقي والدنيا والدنيا دربت في دماغك بقى اه شو شاف فروحت علشان سلمت الجواز الشركة ايه وطلع لي بتاع ده استلام عمل روحت علشان استلام وداني في منطقة على حدود الكويت ايو ايه اللي هي بين البصر وبين الكويت العبدالي العبدالي اه شركة اه ان انا اشتغل في مطعم بتاع خبراء ايطاليين اه بتعمليه في المطعم عارف ايه ده ه ه ه ه ه ه ه ه فاندقت لي المسئول القتلو مو هو ده اه ده انتطاب ايه يا عم حاسد بنا شغل بقى شغلة هتل الشiãoطة والى أتقلت على الله فدخلت آه استني البص بقى ينزلني العراق عشان عالشان هرجع اه هو ماينفعش فقعدت في مطعم الراجل بتاعها تش insp بتاعه اردني اه فجيت انعرف علي REALyl يوضع كذا 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 كنت الحسن الحاسة واخت معاه صور جرائد وصور مش عارف ايه. قال لي ايه ده ايه ده كتن ايه اللي جابك انا ايه اه المهم. لقيت الراجل من زوقه. عامل لي شنطة فيها سندرشات واكله وبتاقه وشفيره. تفكر الله وسلام وارجع بلدك. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه. المهم رجعت. طيب لما اخدت لما ادو لك الباسبور السهلي كده. اه من رحت في الشركة. انا عارف اطول مش عاوزش تشتغل. تشتغل. وقلت ايه لصاحبك ده بقى? هاتل الجواز. ما انا شفتوش من ساعتها من يوميا. انا هيخلص عليك. اه. ده ااخد الجوازي ونازل على ايه? على محطة البساط. اه. انا هرجع تاني داري. ايه ايه. بسوريا. التذكارة بتات عودة. من وعشرين ساعة. دخلت يا كابتن احجز ادور على الفلوس كان معي عشرين دولار حاجة زي كده. اه. وكم دي نار ارائي. اتنين او ثلاثة. مش لاقي الفلوس. اتاخدت مني. اتسرقت. اه. 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 فبابوس هنا لقيت الدي نار اللي هو نص اللي ارائي. يعدوبك يديني يديني مواصلة سوريا. وانا عاوز دي. اه. معيات تذكارة الطيار. اه. اه. وانا سبحان الله دخلت المكتب علشان احجز. لقيت ثلاثة مصريين قاعدين برضو حاجزين ومشيين. رجعين على مصر. تدوص علي هو ولا مش هو هو. اه. اه. اللي مش قلت انا اريسو ده على الفضايح. اه. لقيت واحد منهم شبه الظريب كده قال لنا كزا كزا. من اه برسعيدي وبتاق وانش اعرف. قعدنا بقى قعدنا نحكي قلتول الوضع كزا والليلة. اه. فقال مهم احتضنوني لغات لما نزلنا. اه سوريا. اه. الطيارة بالليل. قلتولوا لأ انا هروح اقعد في المطار من الصبح. وفعلا. عشان تمعكش فلوس كمان. اه. وفعلا. لأ ما الراجل اللي الاردني. تبدو ان اعملك بقى الوجبة بتاعتها. ديال الانتاع ده كيسة كبيرة كده دي. اه. وقعدت في المطار. تخيلة كابتال مصطفى لما ركبت الطيارة خدت نفس. اه. بقيت جريدة الجامورية والاخبار في الطيارة. الطيارة بتبقى في الجيب اللي قدام. الله ينور عليك. اه. فطلعت قلت السلقرة. فتحت صباحة الرياضة. لقيت اسمي من المختارين في المنتخب. والاجتماع بكرة. يعني الكلام ده قبل المنتخب اه قبل قبل المنتخب يبعت لك. قبل ما انا بقول لك قبل المنتخب ما يبعت لي. اه. فلقيت فلقيت الخبر اه اجتماع وانضمام كذا كذا والاسماء كذا كذا. والنادي ما كان شعفل انت راح. ما لحد شوية ما قلتش لحد. انت على طول كده كلك الغاز. لا لا. لا لا لا. لا يا جد في ظروفها. اي انا عارف طبعا. يعني. انت بتعمل حاجات يعني في الكوتمان يعني. اه مش 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 مترتبة. اه. حتة شغل. اه فسحة. طب هو كان انت اخدت راح العراق عشان تشغل ايه. انا بقول لك اه ايه بكت فسحة. فسحة. مش راح شغل. فقالك. اه. قال ليتيجو. اه. ده كل حكاة 80 جنيه. كانت تسكرة بتسكرة. ايه. طلعت الجورنال بقى ليت اسمك. طلعت الجورنال ليت اسم المختارين والاجتماع بكرة. وبينك سن ان وجده داخل البلاد. ان وجده? داخل البلاد. الله. يعني ايه? يعني فيه خبر ان انا سفرت او او مشيت. اه. او روحت بحتة. الله 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 الله. الله الله الله. ده الموضوع كبير. طب وقعدين. اه ما عرفش. اه. فالموضوع كبير طيب وبعدين. طب انا هنزل المطار بالليل. وهترجع تليس. الاجتماع الصبح الساعة عشرة. في الاتحاد. اه. تمام? وانت معكش فلوس اصلا. معايا بقى اشد اه باريز اه اللي هي الفضل. المصري. اه. توصلني بقى لغات ايه? قلت يولا. طب انا ابات فين? مش شرع. لأ. انا راح لخالتي. ليه خالتي انا فرمسيس. اه. ابات عن ده. وتقوم الصبحين تطلع على الاتحاد. وامشي. قبر قصر النيل. من شرع البرج. ايوه. على الاتحاد. عالجبالايا. الساعة تسعة. اجتماع الساعة عشرة يا كابتل. اه. الساعة تسعة كنت داخل باب الاتحاد. اه. وانا داخل. لقيت اللي هو دي بالله ارحمه. الله ارحمه يا حسن اليه. طالع من فوق السلم اللي هو. الحلازوني. الحلازوني فوق واقف. اه. شفني داخل. قال لي ولد. تعال. خدت حتة قلب. يا كابتن. اه. انت على طول بالخرزانة. اه. مش عارب. مش عارب. اه. مش عارب. اه. مش عارب. اه. دربت ليه طاي. ما نقولك انا هه. اه. قال لي انت كنت فين هلد. كنت فين. اه. اه. اتب بقى حد عارف من النادي وبللوه. بللوه التحاد لما باعته الباكس. اه. انه مش موجود. عشكده كده في الجراد انه وجد. اه. انه مش موجود. انت انت من ايه يا دي. انت عارف اللغة ديه كمش ديه. الله يلحبه كان رجل جميل. بس قلم ايه. اه. خلى يعنيه تنور. فوقك. اه. وهو طبعا. منتخب انت عارف. راه بقى. اه. ما فيش. لا وكاته كرة في مصرف عزها. اه. يعني شوف. شوف كات الشخصات تتعامل معا. طبعا. كان سيادة النهاب محمد احمد رئيس الاتحاد. ما دي ايه حاجة تانية هو حسن بيس سادة. طبعا. المهمة انا خدت القلم وما ردتش. ما ردتش. اه. قال لي انت. انت يا راجل وعرفينك انت راجل. وانت بتقول اقليم. مش عارف ايه. واحنا بنعتمد على الرجولة والرجالة. ايه قصة كده. وانا. اسف. 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 بس. اه. وروح تنازل قاعد في. تحت. تحت في الصندق. طلع له خواجه بقى. دينكوفيتش. اه. فقال له يعني بما معناه ان ما يصحش. ان اه. يبقى لعب اه. امتخب بنص الدولة وتاعه. ادرب بالقلم واشاء الله. كده يعني. فهده لقيته شوية كده وابعته اللي هو دي. اه. ازعلش هو بتاعه. وقاب لي لمون بقى ورداني وشاي. وبتاعه زي والدك. انا يعني مين ما صلحتك. اه لا. هو لا. كان اب روحي. اه. هو زعلان ان شايف فيك الرجولة والجدعانة. الزبط. وهتفيد المنتخب مصر فازاي تسيبنا وفي وقت زي كده وحاجة زي كده. اه. من يومية. من يومية. وانا بيحترم. بيحترم زي والدي. اه لا 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 لا. كان والدنا كلنا. كنت اي حاجة بطلع له على طول. بس انا ما اتضربتش بالقلم. طيب. وصلت الاتحاد الكورة. اه. وبدأ انا بقى الاول اجتماع بقى التجميع والمعسكرات بقى والمتخب ومشت الامور يعني الحمد انك زي موتشت كده. بس انا بقى بيني وبينك قصتيكم كنجوم. اه. بصراحة يعني. انا كنت مخدوط. يعني حاجة كبيرة. يعني ان انا. يعني من ممصورة. ودخلت منتخب وانا صغير. وفوصت نجوم. كانت مصطفى عبدو. وكانت الخطيب. وكانت حسن شعاطة. وفلو جعفر. ومصطفى يونسو حسن حمدي. وشاكر عبدالتاح. ومصعد نور. والبابلي والجاري. والبابلي والجاري. والعماشة والسياجة. والعماشة وامر عبدالله. ايه ده ايه ده وبوبو. الله 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 الله. لا. موضوع كبير. كبير بالنسبة لنا. يعني حاجة كده بالنسبة لنا. بس. بس ما خليتكش انك تكش في اي حاجة. خليتك بقى ايه يعني دي ديتك حماس. دفع. ودفع عليك انك ايه ده انا بش اقل من الناس دي. ده لما هو جابني المدرب. يبقى انا زي زي الناس دي. انت عارف يا كابتن كلامك مزبوط. اللي قالوه لي بالزبط والسبب الرئيسي في ده. كابتن حسين حويدة. اللي هو مدرب اللي صاعاتك للفريق الاول. اه اللي صاعاتك الاول. مدير الكورونا. اه. هل انت من انت مش قل منه. ودي حقيقة. تطرح وتبقى بتاسبت وجودك وتبقى فيه يدوق وثقة وتبقى الالتزام وحترام وحسب على نفسك وخاف نصحني وطلعنا فوق في السماء. هناخد فاصل ونواصل الحلات الليلة من المجري.